المرجعية والسيد السستاني له كارزمة غريبة من نوحة يعني الذي يحدث كارزمة مخفية بس دكتور لأنه ما شفنا الكارزمة تعتمد على قوة الشخصية والإلقاء والإلى آخره الرجل هذا يملك كارزمة وهو لم يظهر يملك كارزمة هائلة يعني صنعها صنعها هذه الهالة يعني هم محبيه ومقلديه يحبوه ويعشقوه وإن لم يلتقوا به وإن لم يعرفوه يعني هذه قضية حالة غريبة جدا يعني هناك تقديس لآراء هناك وضع أنت مؤمن بي غير مؤمن بي هذا وضع حال هذا أمر حال لهذا أنا قلت قبلها نحن بحاجة لصوت المرجعية وصوت السيد السستاني وقلت في هذا برنامجك قلت والله نسحف إحنا العلمانيين الذين ليس لنا علاقة بالهذه نسحف ونقبل قدمك بس اتدخل والآن أنا أقول معركتنا القادمة همينا بحاجة للسستاني معركتنا القادمة ضد النفوذ الإيراني ولغرض نفض اليد من هذا النظام يعني نحن لا نستطيع إذا كان السستاني سيعطي فرصاً أخرى لهذا النظام بعده متمسك بالبرلمان بعده متمسك بالبرلمان لن نستطيع أن نقف ضد إرادة السستاني أنا أعترف بهذا أنا الرجل العلماني غير الشيعي أقول لك لن نستطيع أن نقف يجب على السستاني أن يقتنع والناس أقنعت السستاني يعني عندما ذهبت العشائر وقدمت بيان العشائر الجنوبية قالوا للسستاني يا سيد إحنا كنا نتبعك أرجوك خلصنا من هذه الحكومة هكذا بهذا الشكل ثم اجتمعت العشائر في النجف ولهيب النار وصل في النجف في النجف نفسها قالوا له تدخل يا سيد يعني هم ينتظرون كلمة هم الذين دفعوه إلى هذا الموقف هو استجاب لهم وقام بهذا الموقف شكرا للمشاهدة